بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير كان من طبيعة اليهود والمشركين إلقاء مختلف الشبهات لإبطال نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جملة شبهاتهم كيف يصح نسخ القرآن للتوراة التوراة إذا كان كتابا صالحا فلا يجوز نسخه وإذا لم يكن كتابا صالحا فكيف أمر الله تبارك وتعالى النبي موسى عليه السلام بالتباعه فجاء الجواب في هذه الآية الكريمة ما ننسخ من آية أو ننسها النسخ بمعنى التبديل تبدى الآية بأخرى مع بقاء الآية الأولى ومعنى النسخ في التشريع هو إظهار انتهاء أمد الحكم وانقضاء أجليه مثلا في الآية الكريمة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة الحكم بوجوب الصدقة كان محدودا بوقت معين لكن لم يبين أنه محدود لما انتهى وقت الحكم لتحقق المصلحة المرجوة منه تم بيان انتهاء أمد الحكم بقوله تعالى أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ولعل حكمة النسخ هو الامتحان كما في أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل عليه السلام أو التدرج في الأحكام تسيلا من الله تبارك وتعالى على العباد أو للتمهيد لتقبل المجتمع لهذا الحكم فيما إذا كان الحكم المنسوخ أصعب أو لأسباب أخرى أو ننسها الإنساء بمعنى الترك حتى ينساها الناس فترفع رسمها وكتابتها وتبلع عن القلوب حفظها فإنه لو تركت الآية أوجب ذلك نسيانها كما نسيت الكتب السابقة فلم يبق لها أثار وهذا خاص بالكتب السماوية السابقة ولا يجري في القرآن أما النسخ فإنه وقع بالنسبة إلى القرآن الكريم على الأشهر فإذا تم نسخ آية أو نسيانها نأتي بخير منها أو مثلها وذلك لأجل المصلحة مثل اختلاف شرائط الزمان والمكان كما في القبلة حيث كان المسلمون يصلون بالتجاه بيت المقدس فنسخ هذا الحكم وجعلت الكعبة قبلة والحاصل أنه إنما يقع النسخ والإنساء فيما يؤتى بخير منها أو مثلها والمثل يكون أصلح من المنسوخ والمنسي مثلا إذا أسقط الحاكم ورقة مالية عن الاعتبار فيأتي بورقة أخرى مثلها في القيمة هذا في المثل أو الأب مثلا يأخذ من ابنه درهمة ويعوض بدينار اللي هذا هو الأفضل والأصلح الأحكام الشرعية أيضا كذلك قد يتم الإنساء والنسخ بالنسبة إلى الكتب السابقة أو النسخ بالنسبة إلى القرآن لمصلحة اقتضت ذلك ألم تعلم أيها اليهودي المنكر للنسخ والإنساء أن الله على كل شيء قدير وحاصلوا الجواب إن عدم النسخ والإنساء لأحد سببين إما لعدم وجود مثل أو أصلح وإما لعدم قدرة الله تعالى على النسخ والإنساء وكل الأمرين مفقودان في المقام فالله تبارك وتعالى قادر والمثل والأصلح موجودان وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية ما نميت من إمام أو ننسي ذكره نأتي بخير منه من صلبه مثله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الدليل على قدرة الله تبارك وتعالى على النسخ أنه قادر على الأمور التكوينية فكيف يعجز على الأمور التشريعية ألم تعلم أيها المنكر للنسخ أن الله له ملك السماوات والأرض فمن له الملك له التشريع فالمالك المطلق يشرع لملكه ويتصرف فيما يشاء من الأوضاع والأحكام كيف يشاء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ليس لكم غير الله من ولي يلي أموركم ويتولى شؤونكم ويرشدكم لمصالحكم ولا نصير ينصركم على أعدائكم بالحجة فالله سبحانه وتعالى يرى صلاحكم في النسخ والإنساء فإن المصالح تختلف حسب اختلاف الأعصار والأشخاص ونقول لمزيد من بيان فلسفة النسخ والإنساء لقد كان شأن آيات الله أن تنهض بالبشرية مرتبة فمرتبة عبر مراحة مثل المدارس الأكاديمية حتى وصلت النوبة لرسالة الإسلام وأما رسالة الإسلام فقد بدل بعض جزئياتها قبل تمامها وكمالها وذلك لتحقيق التناسق بين الرسالة وبين العاصر حتى إذا كملت هذه الرسالة لم يبقه ذلك مبرر للتبديل والتغيير والتحوير بل تبقى إلى الأبد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين